السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنستكمل دلوقتي الجزء الثاني في المحضرة بتاعتنا وهتبقى عن أهم الأجزاء اللي هناخدها ان شاء الله النهاردة اللي هو هنتكلم عن محهم هنتكلم عن المطلوبة عشان نعمل هتكلم عن المطلوبة ونعمل اجلسة 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 مع الشركة ثانية حاجة هنتكلم على الهاتف الهاتف في الهاتف وهنتوقف عن هذه الجزئية بعد ان نستكمل الجزء الباقي هن شاء الله مخاطرة القديمة. اول حاجة بالنسبة هي ترأيها من مميزات في ان انا اشغل مجموعة من جنوريتور او جنوريتور واحد برهر مع الشباجة متاعتي. اهم حاجة ان انا بقدر من خلال ان انا بشغل اكتر من جنوريتور او جنوريتور مع الشباج الداعي بحالة السوم كورونا زيش ان انا غز حملة كبير. التاني حاجة بتاعة السوم بتزيط. تالت حاجة ان انا لما بحتاج اللي انا اطلع جنوريتور للخلال للصيانة بطلعه بدون مشاكل. يبا انا بقدر اصين الالات بتاعتي واحد ورد تاني في موعد محددة قبل كده عملالها تخطيط قبل كده. وبدون اي مشاكل بالنسبة للشبكة او بالنسبة للاحمال. ما هيش يبقى فيه الفطاعة للاحمال. رابح حاجة ان انا عندي مجموعة من الجنوريتور متوصلة مع بعضها بريتنج صغير. لو انا عندي جنوريتور واحد بيغزة هذه الاحمال المطلوبة مني. فطبعا الجنوريتور الواحد ما بيشتغلش عن دي الكافيه او عند الحمل الكامل. فبتبقى الكافيه بتاعته صغير رخيبه ببعاني دايما من ان هو بيبقى لكن لما بيبقى عندي مجموعة من بتاعها صغير متوسطة مع بعضها. وبالتالي في هذه الحالة انا بقدر اشافها للعدد المطلوب اللي هو يبقى قريب من في اللوت. وفي هذه الحالة السسم بتاعها هيبقى مو مو افشيان. بدي احمل مميزات. طبعا لو حتى دور هيبقى فيه مميزات اكتر من كده. لكن احنا بنقول اهم من مميزات الناتجة عن او لمجموعة من. بالنسبة للمطلوبة عشان ادخل مع اخر او ده ينطبق على ان ده يبقى مجموعة كبيرة من وهذه المجموعة كنا بنقول عليها ايه? السيستم الكبير كنا بنسمي ايه? الانفينت باص. اذا ممكن ده يبقى جينيريتور واحد. ممكن يبقى مجموعة كبيرة من جينيريتور. هذا جينيريتور رقم اتنين بصوله على ان هو حاجة واحدة. اللي هو الانفينت باص. ايا ده بسميه الانفينت بداي. ده هو جينيريتور رقم واحد. لكن الجينيريتور اللي داخل عالسيستم بسميه الانفينت. وده الاحمال اللي تغزى سواء من ده مشترك مع ده او من ده بس. او من ده بس. فلاص? ماذا ده كده؟ طب ايه الانفينت يكون متساوي. يبقى جهود بتاعة الانفينت مع الانفينت. طبعا من اللي تتضبط على مين? الانفينت هو اللي هيتضبط على الانفينت. لان ده شفعه. يبقى ده بسميه ده يزبط نفسه علي. ده الجهود لازم تكون متساوية. بتكون في نفس ايه زي ما هنشوف في الوقت هو ايه? وهن رقم تلاتة اللي هي الانجلز بتاعة الفيزيز. الفيز انجل. وزي تو ايه فيزيز مست بي اكوى. يعني ايه? يعني الفيز ايه زويته يا نفس الفيز ايه هنا. بي هي نفس زويته وهكذا. يبقى الفيز انجلز تكون مختلف متساوية. الفريكوانسي اللي ده شغال عليه هو نفس الفريكوانسي اللي ده شغال عليه. لكن في بداية الرفض. في بداية الرفض. في بداية الرفض. المفروض يكون الفريكوانسي بتاعه اكبر قليلا. اكبر قليلا. من الفريكوانسي بتاع سيستم. طبعا ده له سبب. وهنغضب التفاصيل بعد كده. لكن لو عايز تعرفه دلوقتي. ده علشان يجعل المشين اللي داخله تعمل كجينريتور. تعمل كجينريتور. لان لو او تساوى. اه لو تساوى الفريكوانسي ده في البداية مع الفريكوانسي ده. بتبقى الالة دي يعني لا تشارك في التحميل. برجو الكلام مبهام شوية. هناخده بعد كده بالتفاصيل. لو الفريكوانسي ده قلب شوية من الفريكوانسي ده هيعمل هزيه تعمل هزيه الالة كمطر. يعني تاخد الباور تستقبل الباور. اذا الخلاصة ان انا محتاج عشان ادخل الالة رقم اثنين او جينريتور رقم اثنين على السيستم ده ان الفريكوانسي في البداية بيكون بيقول سلايتلي هاير زين زين فريكوانسي افزا رونينج ايه. رونينج السيسترية الاربع شهور. طبعا عندكو تقربة في المعمل بتاخدوها اه طبعا ممكن تبقى مانيول او اوتوميتيد. اه بتعملوا فيها سوكورنا جينريتور مع ايه مع السيستم. لو حابينا نقول ببساطة طبعا الجزء ده لو احنا شغفت شغالين طبعا في الكلية الجزء ده كان هيبقى من نصبكم. بس مش مشكلة. هنفسره ببساطة. اه بالنسبة لكون ديشن رقم واحد طبعا اقدر اتحقق منه اللي هو المجنسيهود عن طريق فولتاميترز. فولتاميترز هو نقيس الجهود بين الفيزيس المختلفة. خلاص. بعد كده بالنسبة لكون ديشن رقم اثنين. اللي هو ايه بقى السيكوانس. المفهول يقول ان السيكوانس مصبوط ايه السيكوانس؟ بقول انه عند ايه سيكوانس اف سريم في السيكوانس. اللي هو اللي اقدامي ده. اي بي سي سيكوانس. والاي سيبي في السيكوانس. زي ما احنا شايفين السيكوانس هنا اللي هو اي بي سيكوانس. متاعي. اا مختلفيا. اكيد. لو ده بتاع السيستم او ده بتاع السيستم بتاع سيستم بتاع ده وتوصله مع بعض ممكن بتحصل كارثة. لان اختلاف زوايا الجهود حتى لو المتساوي ده هيقد ان فيه طيار في سيمر وده هيجمر الايه? الالة بتاعتي. مفتوض اربط جهد متساوي فيز متساوي يعني متساوي. لان انا كده ممكن اضغط الفيز بي مع الفيز سي وانا مش واضبان والفيز سي مع الفيز بي طبعا كل واحد لزاوية مختلفة عن ايه? عن الاخر. اما بالنسبة الكونديشن رقم اربعة اللي هو التأكد من ان الفريكوانس متساويه ومع اعتبار ان فيه شرط صغير ان انا اخلي الامكمل بشنريتور. فريكوانس بتاعه اكبر قليلا قليلا قليلا. من الفريكوانس بتاعه. طبعا لو الكلام ده مش متحقق احنا عارفين بقى حالة الترانزيونت اللي احنا اخدناه قبل كده وعدم متحقق المستابلتي بتاعتي وهي بقى في مشاكل بالنسبة للمستابلتي. ده الكونديشن ده نازل يكون متحقق. طيب اه زي ما قلنا اول عشان احقق الكلام ده الخطوات اه قدامي اول حاجة زي ما قلناها بالبولتاميدر اتحقق من الماجنيتور بتاع الجهود. تاني حاجة بالنسبة لفي السيكوانس ومببوض ان انا اتحقق به بطريقة او باخره. اه في الطرق مختلفة بصراحة. اول طريقة ان انا اجيب كده ممكن ان تكون مختلفة الى مختلفة يعني الطريقة دي نفسها فيه اكتر من connection لها عشان ما حدش يصورب معي يبقى هزي الطريقة اللي هي استخدام اللمبات لها اكتر من connection بس على حسب ال connection هقدر اقول امتى يبقى sequence بتاعي مظبوط وامتى sequence بتاعي يبقى reversal هنا انا هوصلهم directory ايه مع ايه وبي مع بي وصي مع C يبقى المفهود ان هما كلهم يبقى ماشيون مع بعض يعني ايه يعني لو هما sequence مظبوط يهيدوا معا ينوروا مع بعض ويظلموا مع بعض high bright and dark together مع بعض ليه لان هو نفس صفر صفر maximum maximum طيب لو هما مختلفين هلاقي في تتابع في تتابع واحدة بتايد والتانية وراها والتالتة وراها وهكذا ايبقى كده لو حصل كده بتوصيلة اللي انا موصل اها معنى كده ان هو الفيز مختلف وهبدي الفيستين مع بعض فلاص دي طريقة ده لو اختلف هيختلف من الاضاءة مين مع الاضاءة مين بس همي حاجة يكون فيها التالت طريقة عندي اللي انا استخد الجهاز الجهاز ده بيعرف بياخد فيستين فيزة ايه من هنا وفيزة ايه من هنا ويتأكد او فيزة ايه من هنا وفيزة ايه من هنا ويتأكد ان هما مع بعض الفريقونسي بتاعهم واحد خلاص هنشرحه بعد شوية يبقى يوزنج ايه الجهاز ده اسمه السينكروسكوب السينكروسكوب ده يعتبر افضل طريقة لمعرفة خلاص بعد كده احنا قلنا اا اول حاجة اللي هي النجم سيوت يعني حاجة في السيكوانس تالت حاجة اللي هي النكسي ديها اللي هي اتحقق من ايه من الفريقونسي اتحقق من الفريقونسي خلاص هتحقق من الفريقونسي عن طريق الفريقونسي متر يبقى انا هتحقق منه عن طريق الفريقونسي متر السينكروسكوب اللي هنعرف به الفيز سيكوانس بيستخدم لفيز واحد يعني مش فيزات مختلفة لا باخذ فيز مع فيز بيعرف الفيز ديفرونس بتوين التو ايه فيز او البي فيز لو المؤشر بتاعي ده بالضبط في ارتكال سواء فوق او تحت زير او مية وتمانين يبقى في هذه الحالة الاتنين فيز مو تفاويين يعني ده فيز ايه وده فيز ايه اما لو اه مختلف سواء كان في الاتجاه ده او في الاتجاه ده معنا كده ان السيكوانس بتاعي ايه مختلف فلاص اه مفروض اللي انا اه اه اجعل طبعا اه اه الفاست والسلوه بيدل على مين الايه 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 السيكوانس بتاعي ويزيد عن الايه او 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 اخلاص خلاص اللي في السيكوانس بيبقى انديكيشن او ليه علاقة ببرده بالفريكوانس يعني بيتعلق بالفريكوانس اه اه لو بيقولي الانقام الجنوريتور اه فاستر زياني الراننج سيكوانس اللي هو ده اللي احنا عايزينه اصلا عايزين فريكوانس يبقى زياده شوية صغيرين هنلاقي نلفيز انجل بتاعي اللي هو الانقام الجنوريتور هتبقى زياده بشكل صغير جدا عن الفيز الاخر يعني الاتجاه بتاعي هينحرف قليلا في اتجاه المجده يعني بشكل صغير جدا يبقى اول مفروض لو هو كده يبقى الاتنين زي بعض بزبط ده بالنسبه للسيكوانس بس علاقته اه بقى الفريكوانسي ان هو الفريكوانسي بأثر على الفيز اصلا بيأثر على الفيز فلو بتاع الانقام الجنوريتور اكبر خليلا ودا اللي مطبوب ب Luther B هذا الحال الانحرف خليلا جدا ساعد ما تأكد من ان ده مظبوط عندي في هذه الحالة بقدر اوصل السويتش بتاعي هو عن الطريقة دية المفوت تقروها انتو بقار برضو بالتفصيل وهي تجربة عندكم في هتعملوها سواء كانت مانوالي او بيتوميتيت هتتعامل عندكم في المعمل اذا بيقول ان في الارج جنريتور ده كل بيتم ايه بيتوميتيت كده خلق الجزء بتاع اللي هو التجربة بشروطه بخطواته خلصة معانا ندخل بقى لأهم الايه العلاقات اللي احنا محتاجين نفهمها كويس في البرار سيستم خاصة في حالة السويتش او في البرار امبريشن اول حاجة هي الفريكوانسي باور طبعا نغادين قبل كده تمام الاولين فريكوانسي او الدف ده مع الباور الجهد مع الرياكتف باور العلاقة برياكتف باور بيبقى جواز دلتا او فريكوانسي يبقى باور خلاص المدال العلاقات ده احنا محتاجين نعرفه محتاجين نعرف ان لأي آلة لها مميزات وخواص اول خاصية لأي آلة او سينكرونا جنراتور حاجة اسمها لسبيدروب 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 بتتعرف من العلاقة اللي هي ايه لسبيدروب يعني السرعة هتتغير يعني طرى الآلة هتتأثر ازاي سرعتها بتتأثر ازاي بالتحميل يبقى دي بتوصف آآ آآ شكل السرعة او تغير السرعة مع الايه مع التحميل لو هنشوفوا العلاقة بعد شوية بقى الان الولود هنواقص الان الولود اللي هي الفول لود برايموفر سبيد على واحدة فيهم بتعتبر دي سبيد ريجريشا يعني هي دي ريجريشا بس بنقول عليها اسمها السبيدروب وفي الغالب طبعا في السينكرونا جنراتور بنلاقي ان السبيدروب بتبقى في حدود التيبكال باليوز من اثنين لاربع بيرسنت من اثنين لاربع بيرسنت هل ممكن ان انا اضبط النولود سينكروناس سبيد اه في حاجة بتسمح بان انا اغير النولود سبيد للتيربينة وده هنعرفه بالتفصيل لوقتي ويترى ايه اهميته عندي يترى ايه اهميت الجزء ده طبعا زي احنا هنقول كده في الغالب انا في السينكروناس جنراتور ما بتعملش اول مع السرعة يهمنا بتعامل مع الفريقونس اكتر لان انا بقول الالة المربوطة الفريقونسي المفروض واحد فاقول ستين ستين طيب خمسين خمسين يا طرى مع التحميل الوضع هاي بعمل زيه يبقى دلوقتي في هزي الحالة وان بشرح هشرح الكاركتوريستيك بتاعت جنراتور واحد لان بعد كده ما اجا اقول لك ان الجنراتور ده اتربط بالشبكة هشوف ازاي الكاركتوريستيك بتاعته هتتوائم مع هزي الشبكة اذا في هزي اللحظة انا بدرس فقط الكاركتوريستيك لسينجل سينكروناس جنراتور اشوف يا طرى الكاركتوريستيك دي خاصية تميز كل سينكروناس جنراتور عن الاخر يعني الاسبيترو او بعد شوية هنشوف ان هو حاجة في الفريكوانسي هي الاسبيترو لآلة واحدة تختلف عن الاسبيترو لآلة اخرى باختلاف الايه التصميم وكل حاجة في الآلة اذا انتوا هم مختلفين يبقى الاسبيترو هيبقى ايه مختلف اذا هي خاصية تميز ال talents ال الواحد示 احنا عارفين ان Lie nearestur ليه علاقه في الصراحة ليه علاقه في المكنسي وزا ما اchnetشطناها والعلاقه علاقه عارفينها الان في البي 80 in الفريفونسي انا بحتاجة احول علاقته السرع لمين этому عنه لôn اشحاء الامر تبقى سهلة هونه الالي يبقى الي كتب عمل بلقى اليهان في دي Bei بيقول لي لو انت في حالة اللوت الباور بتاعتك الباور اللي هي بالكيلو واط بتساوي صفر يبقى السرعة اللي انت اشغال عندها اسمها مين اسمها النو لوت سبيت طيب ما تحمل الالة بان لها تصرف معين بيلا ان في دروب في اللي سبيت دروب في اللي سبيت نكريت ما اقول طبعا عند الحمل الكامل تشوف للسرعة تبقى كام ايه الان في اللوت يبقى الفرق على واحد فيهم يبقى ده اللي هو اللي سبيت دروب انا محتاجة اشتغل عند الفريقونسي مش محتاجة اشتغل على سبيت يبقى انا هي نفس شكل العلاقة لان انا فيه فاكتور ثابت كانوا بيبقى مطروب عندي خلاص في العلاقة اللي خادت يبقى يعتبر ده سكيل هو نفس شكل العلاقة هنا هو نفس شكل علاقة مين بقى بدل ما هي سبيت الي هي الميكانيكا لسبيت بالربي ام هتيبقى يبقى هي نفس العلاقة بتاعتي ونفس الشكل مع مختلف هنلاقي ان العلاقة بين الانحضار بتاعها والنقطة اللي كنت بتكلم عليها. ان انا ممكن في ممكن من خلاله اقدر اطلع بالمنحنة فوق او انزل بتاعها. بس ليه نفس الايه? نفس الدروب. يبقى ليه نفس الدروب. يعني انا دلوقتي كده بقول على الخط الاسود ده اللي مش منقط. انا بقول الايه? العلاقة بتاعة الاس بي. اللي قدامي. الاس بي. اللي هي السلوب. السلوب في الاس بي ده بيساوي ايه? البي المفروض نولود. ناقص البي في اللود بس باعتباره البي نولود ده بصفر. فهقول عليها البي مباشراتا انا البي في اللود. البي في اللود. اهي. على طبعا احد هيقول ده المين? لا احنا هي بس ايه? علاقة عكسية. يعني ببوصف تغير الباور مع مين? او تغير الفريكوانسي نتيجة للتحميل. يبقى تغير الفريكوانسي نتيجة للتحميل. بس احنا بنسميها الاس بي ليه اللي سلوب اف زكار. اس بي ده. هو عبارة عن البي تغير البي. على مين? على تغير المناظر اللي بالنسبة لفريكوانسي. خلاص? اما اقول البي نولود او البي في اللود اسفق. البي في اللود عشان هي الكبيرة هنا المجنيسيون. البي في اللود ناقص البي نولود. فهو التغير او المجنيسيون ده. يعني انا على مين? على الجزء ده. اللي هو البي نولود ناقص الاف نولود على ال اي? على الاف فلود. الاف في اللود ديه طبعا لو انا اشتغلت عن عندي اي? عند بي فلود. طب لو عندي اي بي هقول عليها بي بس. وهقول علي الفريكوانسي ده شغالي الفي سيستم. خلاص? يبقى عندي البي اي بي عندي? هقول عليها الفريكوانسي المقابلة عليه هقول عليه الفي سيستم. ازا هزي العلاقة البي تساوي الاس بي او العكس الاس بي تساوي البي على الف نولود ناقص الفي سيستم. حسو البي هي الطور اوض و الف نولود والاف سيستم زي ما عرفناهم ده الوقت. زي ما قلت لك بعد شوية هنشرح ان المنحنة ده ممكن تحريكو فوق او تحت. فوق او تحت. طب احركو زي فوق او تحت. عن طريق ان انا في الجدائه خالص عنده النولود. اقدر اتحكم في مين? في الاف. اتحكم في الاف بتاعتي. اتحكم في الدلتة. اتحكم في فتحة البخار. اتحكم في الجافرنر. اللي هي فتحة اللي عند النولود. لو انا بدأتي من هنا هيبقى المنحنة هيبقى كده. لو انا بدأتي من هنا هيبقى المنحنة هيبقى كده. لو انا بدأتي من هنا هيبقى المنحنة هيبقى كده. طبعا اه يعني اجالي ولكن هناك وسائل تستغنب في الجنريتور أو تتبع عشان اقرب الملحنة الفعلي ان هو يبقى لينير بالشكل اللي احنا شايفين وهي طبعا دي مهمة دلوقتي ودي بقى مهمة لما اوصل الجنريتور على الـ علاقة الفريكوينس باور والناحن اما الفولتجر اكتب باور دي نفس الطريقة بس في اختلاف بسيط يبقى هو الجهد هنلاقي الجهد مع الـ طب ما احنا عارفين من المحاضرة اللي فازت ان انا عندي في حالتي اللاك باور فاكتور ايه اللي كان بيحصل للجهد مع التحميل كان بيقل هي ديت الكيو الـ الكيو ديمانت بتاعتي اللي هي مناظرة للـ بي ديمانت يبقى الكيو ديمانت مع الـ هلاقيه في حالة اللاك باور فاكتور اللي هو الجزء الموجب ده اللي هي الـ باور بداعتي هلاقي ان الجهد بيقل مع التحميل ليك باور فاكتور وفي هايال الحالة الكيو بقول عليهم الـ اما في حالة اللاك باور فاكتور اللي هو الجزء التعني ده من الشكل الداي كل جوزي . هيلاقي . زي ما قلنا في . ترى الجود كان بيحصل له مع التحميل كان بيزيد . فاكرين على جسرنا ساتفجز . يبقى اذا الجوزة هو جمعنا شايفين الجوزة بيزيد مع التحميل. خطوان اااا دي طبعا ااااااا امانشان اسفه. الجزء ده الكيو بتاعتي الكيو ديان كده بتعطى بتعطى للسيستم يعني بتعطى للسيستم يعني يعني السيستم بياخدها كده يعني الحمل بيمده الحمل بيمده بالكيو اما هنا دي سبلايد يعني يعني باخدها من السيستم يبقى الكيو في حالة الليل بور فاكتور باخدها من السيستم لكن الكيو في حالة الليل بور فاكتور تعطى تعطى لسيستم خلاص يعني انا كده هنا ديت ايه ديت بالنسبة بالنسبة بنفس الطريقة انا ممكن اغير بتاعت مين او اغير المنحنة اللي انا شغال عليه بفوق وتحت طبعا ديت ليه مميزات هنرفها بعد شوية طيب اغيره فوق وتحت ازاي في حالة الفريكوالسي اكتب بور وانا عن طريق فاتحة البخار عن طريق الـ governor state point هقدر اغير تب هنه هغير ازاي احنا عارفين ان الكيو لا علاقه بالإجزايتيشن اذا و الفي لا علاقه بالإجزايتيشن اذا عن طريق لان هغير الإجزايتيشن اذا فاكرين يا حلوين نتغير الإجزايتيشن ده كان عبارة عن ايه او كان بيتم فين في الـ automatic voltage او مش هنقول اوتوماتيك بقى نقول هو عن طريق تغيير الإجزايتيشن يبقى عن طريق تغيير الإجزايتيشن اللي هي بتتم من الـ voltage رجليه اللي موجود في الايه في السيستم بتاعي ما قدر من خلالها اغير نولود voltage بتاعي وبالتالي يبقى هسلوب مع ايه السلوب بتاع هيبقى على نفس الخط ده لو نولود voltage اغيرته بقى هنا كده في النقطة دي يبقى ده من حالة انا هشتغلها ازا امكانية التغيير فوق عددها تبقى من خلال الـ voltage regulator في الـ VQ ومن خلال الـ F في كده بفهمك من نقطة دي نروح اللي بعدها اذا لو انا هشتغل الـ الالة بتاعتي دي رقم واحد بدا اول جزئية هناخدها النهاردة ان شاء الله ان الـ generator البدايه is operating يعني بيشتغل لوحده ما هواش يعني يعني شغل لوحده وانا شغل على الـ characteristics بتاعتي يعني بيغز حمله معين من غير ما يبقى فيه عند نبقى دي في البدايه عشان افهم ازاي الخطوة اللي بعدها هدخل الـ generator على الـ infinite bus او على السيستم الكبير وعمله الـ generator اذا منقول لو اشتغل هو الوون فطبعا مين اللي هيتحكم مين المتحكم المتحكم هو الحمل الحمل هو اللي بيطلب وانا بنفس يبقى الحمل يطلب وجنريتور ينفس خلاص اذا الـ P الـ active power والـ Q اللي هي الـ active power اللي الـ generator هيطلعها دي هتبقى محتم ده عالطلب بتاع ايه بتاع الحمل يعني الـ generator ما يقدرش يتحكم فيها لأ هو بيدي المطلب هو بيدي عشان كده باقول لك ان الـ generator اللي هي بتتحقلي بالنسبة للـ generator انا لو انا عايز ازبط نفسي كـ generator على الـ power بتاعتي المطلوبة مني والكيول مطلوبة مني بحيث ان الضروب بتاعي ما يبقاش ايه اقل من المطلوب فالمفهول اغير في نقطة النولود بتاعتي اغير في نقطة الـ frequency عنده الـ load عشان عند الـ load عند الـ full load اقول لنا عايز كـ يبقى يدهولي يبقى انا هزبط نفسي كـ generator عشان اطلع الـ full load المطلوب الطب هزبط في مين هزبط في الـ load والـ terminal voltage هزبطه في الـ load عشان يطلع لي الجهد المطلوب في حالة الـ full load ويبقى ده لو تـ generator شغل وحده ما بقدرش اتحكم في الـ full load لكن اقدر اتحكم في الـ terminal voltage اللي عند الـ full load والـ frequency اللي عنده الـ full load عن طريق التحكم في نقطة البداية اللي هي الـ load voltage والـ load frequency مظبط كده في اي مشاكل سما ان شاء الله انو ما تكونش في مشاكل في فهم الجزئية دي انا ماشى معاكو واحدة واحدة علشان بعد كده الدنيا تبقى بسيطة اهم عامة هناخد دلوقتي الـalladER على جزئية generator شغال الـ moon وبيغزة حمله لوحده هنشوف يا ترى features هذه الـ frequency بتاعه هيتغير الشيء مع التحميل الكود بتاعه هيتغير الزيء مع التحميل يختبر تغير الفريقونسي مع الآيه مع التحميل ففي اسامبل في قدامي اللي انا عندي تراس غزي حمل واحد اكيد و حمل اتنين اختياري يعني ممكن ادخله و اخرجه كده ان نقرا بقية المسألة ، فهي قل لي ان ده يغز حمل واحد و يمكن يغز حمل اثنين معه في الشكل الذي قدامه . ، ، ، ، ، ، ، اخد بالي من السلوب و اخد بالي من التمييز عشان ده مهم جدا جدا على فكرة التمييز في الاس بي ميجا واط لكل هرتس يعني ميجا واط لكل هرتس معناه ايه واحد ميجا واط لكل هرتس يعني كل ما بحمل زيادة كل واحد ميجا واط الفريقونسي يقلب واحد هرتس مظبوط كده يبقى اللود واحد الريال بار اوف الف كيلو واط عند بار فكتور ثمانية من عشرة لك بار فكتور اللود اتنين لو توصل هياخد او هو محتاج ريال بار ثم ميت كيلو واط عند بوينت سبعة زيلو سبعة بار فكتور محتاج مني ايه طبعا مسألة بسيطة وتمهيدية يعني من قبل ما الحملة التانية يدخل ما هو الريال بار فكتور ثمانية اذا عايزه اه بعد كده نقوم اثنين طب لما الحملة اثنين اثنين طب يترى الريال بار فكتور ثم اتقصر ازين طب يترى لما اللود اثنين اوصله طبعا لما اوصله هنا اكيد الفريقونسي الدروب هيزيه يعني الفريقونسي اللي انا شغاله هنا اكيد هنا هيبقى اقل منه لان انا حملت زياده طبعا هو الاجبار فكتوره قدامنا وفريقونسي في كل الاحوال اللي الفريقونسي بيقلي معا ايه مع التحميل بعد ما شغل اللود اثنين ده يا طرى فيه اكشن تصحيحي الابريتو الممكن يعمله عشان السيستم بتاعي ما اشتغلش عند الفريقونسي الصغير اللي هنحسبه بعد شوية لا يقول انا عايزه اشتغل دايما عند ستين انا عايز بعد ما ادخل اللود اثنين ده اعمل اكشن كده عشان اشتغل عند ستين اترى اقدر عمل ده هنشوف بالوقت اول خطوه بالنسبه ده الجنريتور ده شغل مع الحمل رقم واحد طبعا هنا عارفين انه اعطيني الاس بي لسلوب بتاع الباور مع الفريقونسي اللي علاقة قدام البي بتساوي الفريقونسي اف نرود ناس الف يعني لو انا بسيت هنا كده على الشكل بتاعي اهو هيقول لي انا شغل عند باور معينة اللي ايه البي واحد يطرى الفريقونسي بتاعها هيبقى عامل اس بي يبقى ده مطلوب مني في رقم واحد خلاص انا تلوب مني في رقم واحد يبقى هكتب العلاقة بتاعتي اقول طبعا مني من العلاقة اللي قدامي يبقى الف سيستم بيساوي الف نرود مواقس البي على الاس بي الانشيا سيستم فريقونسي اس جيبن با ده رقم واحد لما هو عند اللود رقم واحد ها عود واحد وستين وهنا العلاقة دي كانت كيلو واط لكل هرتس فالمفروض ان ما اشتغل عند الباور ما تبقىش ميجا تبقى كيلو واط يبقى تبقى الف كيلو واط لكل واحد ميجا واط هرتس اللي هي الاس بي يعني بيساوي كان بيساوي واحد وستين مقس واحد بيساوي سبتين احدث اللي باور شغال عند الستين ما فيش مشكل عنده في الجزئية رقم واحد اما بعد ما ينفل السويتش ده يعني الحملة ده يشتغل معي هيصحب طور زيادة وي واحد وبي اتنين هتصحب من الجنودية الرقم ايه اتنين فهذا اللي باور الكبيرة بقى المطلوبة دي اللي هي تعتبر دي واحد سيب بي اتنين اترى هاجبها مني المطلوب الان اعرف من الارتش بيه словان الباور رقم واحد كان نفتكر كده اللي قولي كان اول تساوي 1000CW اما التي تجربة توجه 2200CW ابقى مجموعهم كان 1800CW Flowight البيل كلية البيل كلية هي موجودة stance هنا اصبع معلش البيت كلية الاف سيستم نفس العلاقة هسوي الاف نورود نقس البي على الاس بي الاس بي ده ما بيتغيرش ده سلوك ده سلوك الالة ده ان هو ما بيتغيرش معي قيمته ما بيتغيرش مع التحميل ده السلوك بتاعي فالاف سيستم اللي هو واحد وستين اللي الاف نورود طبعا ما قالش ان انا غيرتها هاج ناقس الالف واتونونية كلوات على الواحد هيديني كان هيديني تسعة وخمسين واثنين ومن عشر هيرتز اه شوفوا مع التحميل ايه اللي حصل الفرقونسي قال بقى تسعة وخمسين واثنين بس انا محتاجوا يبقى ستين يا طرى عبر اعرف اعمل ايه يا طرى اعرف اعمل ايه اه هي النقطة دي بقى المطلوبة انت تشتغل فيها زي ما اتفقنا كده التسعة وخمسين واثنين من عشرة عايز اخليها تبقى ستين يعني انا عايز ايه قولي كده عايز ايه عايز الاف سيستم تبقى كام عايز الاف سيستم تبقى ها تبقى ستين طب يا طرى ممكن اخلي الاف سيستم ستين هو اصلا من العلاقة اللي عند التطاعة تسعة وخمسين واثنين من عشرة محتاج اعمل ايه منروح نشوف كده قبل ما نقول منروح نشوف العلاقة متحتنا انا كنت شغال هنا على الخط الاسود ده فاطلي عند الفولوج ده ده تسعة وخمسين واثنين من عشرة على الخط ده عند الاف بتساوي الاف سيستين طيب انا عايز اخلي الاف بتاعتي انا عندي الباور سابتة عايز اشتغل عندي فريكوانسي اكبر شوية شايفين اكبر شوية يعني سيه هنا كده او هنا فده اللي هو الستي طبي باقي اعمل ايه بتاعي فتحة البخار ازودها شوية ازودها شوية يعني اف هنا او هنا او هنا فابقى شغال على خطه فوق فما الباور بتاعتها راح اخد التقطع بتاعها مع الخط الفريكوانسي هايزي مين اللي تغير الاف نولو دي با ازا المجهول في العلاقة بتاعتي هيبقى الاف نولو الاف سيستين سيبت اللي هو ستين انا محتاج ويبقى ستين با انا محتاج الاف سيستين اروح في العلاقة بتاعتي دي كده او طبعا اديك اللي ايه مباشرة تروح في العلاقة بتاعتك تقول ل الاف سيستين بستين الاف نولود مجهول ده زي ما هو الف وترونمية على واحد آآ ميجا واط لكل هرتز اطلع الاف نولود الجديد ليه اللي هيدين الاف سيستين فلما عمل كده طلع ان الاف نولود المفروض يبقى بكام بواحد وتمانين وتمانية من واشر هرتز وده ان هو مفروض يعمله عشان يشتغل على الاف بتاع الفلود باور بستين هرتز مفهومة طبعا ان شاء الله هتاخدوا عليها مسائل ولو قد اي استفسار انا معكم خلاص يبقى احنا من خلال الكلام ده هنقدر نلخص ان الجنريتور لما بيشتغل لوحده مع الحمد بيغزب نفسه اللود بيبقى الريال والرياكتو بار ساب لايت باور جنريتور ديت مطلوبة من الحمد الحملة طالبها لما باقدرش على الجنريتور ما باقدرش يتحكم فيه هيقدر يتحكم في ايه اللي ممكن نعمل عليه كنترول هو الستبوينت بتاعت الايه بتاعت الفريكوانسي علشان يبقى الجنريتور جنريتور جنريتور باقدر اتحكم من خلالها في الف نولود فريكوانسي بحالته نولود عشان اقدر اتحكم في مين في الفريكوانسي عند الفولود اللي انا عايزه وبالتالي يبقى انا نشغل نعملت تحكم على الفريكوانسي زي ما انا عايزه وزيه بالظبط لو انت هتشتغل على تنغال فولودش مع الرياكتور باور نفس الاكشن ممكن اعمله بس حد الاول انا انا اتعبال لا تبور فاكتور ولا لا تبور فاكتور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نهاردة هنكتفي بهذه القزئية على ان نعاود المرة القادمة بس لما يبقى الجنريتور البداي مربوط مع السيستم الكدير انا انا اتبقى الجنريتور ان شاء الله ان شاء الله انكم استفدتم افهمتوا المحاضرة الآن واي سؤال انا انا اتبقى تحت امركم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله